طيب ذكرت في معرض حديثك أن هناك رجل كان نائماً وقلبه مع الله ويقاس على هذا أو يقال على مثل هذا أن فلان غاب يوم واثنين وثلاثة ولكنه عاد وقال أنه كانت روحه معلقة بالله سبحانه وتعالى أو كان غائباً عن وعيه في حب الله سبحانه وتعالى وأشياء من هذا القبيل الجانب الآخر في مثل هذا أيضاً الجزء المتعلق ببعض ما يسمى الشطح وهناك في هذا أيضاً الكثير والكثير فما تفسير هذا على الناحية الشرعية؟ هذا الشخص الذي يغيب ثم يعود هذا الذي يقال عنه مجذوب هذا الذي يقال عنه له كرامات وغاب في هذه الكرامة ثم عاد أشياء من هذا القبيل يعني دعيني أقول بأن المقدمات دائماً تؤدي إلى النتائج فإذا ما كانت المقدمات صحيحة أو سليمة لا شك أن ذلك يؤدي إلى نتائج صحيحة وسليمة نفس الأمر إذا كانت المقدمات مبنية على أمور غير مستقيمة فلا شك أنها تؤدي إلى نتائج غير مستقيمة وبالتالي هذا الشخص الذي نسب إليه بأنه غاب عن كذا أو كذا دعيني أولاً نقول بأن قضية النوم قضية حقيقية وأن النائم مرفوع عنه التكليف رفع عن أمة الخطأ ورفع القلم عن سلاس ومن بين السلاس عن النائم حتى يستيقظ فهذه قضية لابد أولاً أن نفصل فيها بين حال النائم إذا ما أوى إلى فراشه ونام ثم إذا استيقظ فأدى ما عليه من حقوق أو واجبات هنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة فقام فليصليها إذا تذكرها استناداً إلى قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري أما مسألة أنه إذا ما غاب ثم عاد إلى الناس وقال أني كنت في كذا أو كنت في رحلة كذا هنا أقول بأن هنا الخطأ لماذا؟ لأن البلاغة مراعاة مقتضى الحال وكما يقولون لكل مقام مقال ولكل حادث حديث وجاء عن سيدنا علي أنه قال خاطب الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله هنا أقول بأن هذا ربما لا أستطيع أن أكذبه أو أصدقه لكن الأصل أن الله ما جعل علينا في الدين من حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج وبالتالي لا بد من مراعاة مقتضى الحال ومراعاة مستوى الخطاب خصوصاً وأن التصوف في حقيقة أمره وإن كان علماً يدرس إلا أنه في الأصل تجربة روحية خالصة وبالتالي قد ينكشف للسالك فيها إلى الله تعالى ما لا ينكشف لإيه لغيره وبالتالي أسر عن أئمة الصوفية وعن أعلام الصوفية أن الواحد منهم كان إذا ما شاهد أو صدر عنه كرامة أو أمر من الأمور التي يقال عنها بأنها من الأمور الخارقة كان يقول لرفقائه استروها علي ليه كان يقول كذا مخافة أن يكون ذلك سبباً لفتنته أو لفتنته غيره وهذه هي الصوفية الحقة أما قضايا الشطح والوجد والجزب كل هذه قضايا ومصطلحات موجودة في المصطلح الصوفي وفي التراث الصوفي وهناك يعني روايات متعددة أشارت إلى هذا وحقيقة مثل هذه المصطلحات أو مثل هذه الأمور ينبغي عدم الإعلان عنها أو التعرض عنها لا سيما لمن لم يذوق الطريق لأنهم يقولون من ذاق عرف ومن حرما انحرف ويقولون من ذاق عرف ومن عرف نال الشرف وبالتالي مثل هذه المصطلحات نجد أن الصوفية الحقة كانوا أحرص الناس على عدم إنزالها بين عوام الناس مخافة أن يؤدي ذلك إلى ضلال للنفس أو ضلال للغيب